اشتركوا في القناة حسن نصر الله يؤكد أن هناك مشاريع على وشك الانهيار وأن الانتصار في حلب سيؤثر في كل الأوضاع في المنطقة شهداء في قصف المسلحين على حلب والجيش السوري وحلفائه يستهدفون مواقعهم في أحياء الفرداوس وبستان القصر وسكر شرق المدينة جهاز مكفحة الإرهاب العراقي يعلن تحرير أحياء العدل والأعلام والتأميم في ساحل الأيسر للموصل وانتهاء المرحلة الأولى لعمليات تحرير النينوة صباح الخير أكد الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله في كلمة متلفزة أن ما يجري في حلب والموصل يشير إلى أن المنطقة دخلت مرحلة جديدة وإذا بعد في حدا ناطر المنطقة أنا بقول له المنطقة دخلت في مرحلة جديدة هناك مشاريع قال لا ما بدي أعلن شيء نهائي ولكن هناك مشاريع على هاوية الانهياء والهزيمة النهائية سيد نصر الله تحدث عن انتصار مقبل في حلب للجيش السوري وحلفائه لا شك أيضا أن هناك أحداثا كبرى تحصل الآن في منطقتنا في سوريا وما يجري في حلب وتداعيات الانتصار القائم والموعود القريب في حلب على كل المعركة في سوريا بل على كل المعركة في المنطقة في شأن لبناني جدد الأمين العام لحزب الله تأييده أي انفتاح سياسي بين قوى لبنانية ولا سيما إذا أدى إلى تحقيق شراكة وطنية وكذا نصر الله ألا طرف سياسيا يشارك في تأليف الحكومة حاليا في لبنان يرفض أن تؤلف الحكومة مش عم دافعا عن حالنا أو عن حلفائنا لا أنا أقول لكم أنا أجزم أنه لا يوجد الآن طرف سياسي معني أو يشارك في تشكيل حكومة يريد أن لا تتشكل حكومة أبدا سواء كنا على خلاف معه أو ما كنا على خلاف معه واحد يجب أن يكون منصف وصادم نحن لا نتهم أحدا ولا نرى أن أحدا من القوى السياسية اللبنانية يريد أن لا تتشكل حكومة في أقرى وقت ممكن أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري أن رئيس العماد ميشيل عون حريص على تأليف الحكومة ومن عينتي نشدد الحريري على أن رئيس منشوس النواب نبيه برري يقدم كل تسهيلات لتأليف الحكومة في أسرع وقت نحن حكينا بأنه لازم الكل يتعاون وكان الرئيس برري كثير إيجابي وحريص جدا على أنه تتشكل هذه الحكومة استشهد 12 مدنيا سوريا وجرح آخرون في إطلاق الجماعات المسلحة صواريخة على أحياء عدة في حلب يأتي ذلك فيما استهدف الجيش السوري مواقع المسلحين في أحياء الفردوس وبستان القصر والسكري شرق حلب وزارة الدفاع الروسية قالت أن الجيش السوري استعاد 93% من حلب واستعاد 52 منطقة سكنية من سيطرة الجماعات المسلحة 95% من أحياء حلب الشرقية تحت سيطرة الجيش السوري تقدم كبير وتحرير للمعاقل الرئيسية للمسلحين داخل المدينة سيشكلان ورقة ضغط بيد الجيش على المسلحين المحاصرين في الأحياء الجنوبية من حلب بمدينة حلب العمليات العسكرية بستان القصر كلاسي صلاح الدين عمرية مشهد بستان القصر والسكري وأجزاء من صلاح الدين وسيف الدولة أكبر أحياء المدينة الجنوبية التي بقيت تحت سيطرة المسلحين انهيار متسارع دفع قيادات المجموعات المسلحة عبر داعميها لطلب هدنة داخل المدينة هدنة رفضها الجيش السوري واشترط عليهم تسليم هذه الأحياء لوقف الاقتتال إيقاف العمليات الفعالة للجيش وزخم حملته العسكرية على المسلحين في الأحياء الجنوبية لا يعنياني وقف إطلاق للنار الجيش التزم وقف الزحف باتجاه السكري وبستان القصر لتقتصر عملياته في الرد على مصادر النيراني داخل هذه الأحياء هي فرصة للبحث عن حلول لما تبقى من أحياء تحت سيطرة المسلحين حلول قد تفضي إلى خروج المسلحين إلى الأرياف من دون قتال أو استمرار حملة الجيش على مواقعهم إيقاف العمليات الفعالة للجيش السوري باتجاه ما تبقى من أحياء حلب الشرقية قد يعطي الفرصة لتنفيذ اتفاق يخرج المسلحين من آخر معاقلهم في هذه الأحياء خصوصا أن تواجد المسلحين في المدينة قد انحسر إلى الجهة الجنوبية منها بعد تقدم الجيش السوري باتجاه حي المرجى وحي الشيخ سعيد جنوب حلب مجد ليلى من أحياء حلب القديمة لقناة الميادين تركت المجموعات المسلحة في حلب مستودعات تغص بمعدات وصواريخ دفع ثمنها السعودية وقطر وأمريكا الميادين دخلت أحد المستودعات التي عثر عليها الجيش في أنفاق حلب والتي تضم جزءا من صفقة صواريخ جراد بلغارية وكان البنتاجون قد زودهم بها قبل عام تماما تقرير ديماناصيف مئات الصواريخ المكدسة في سناديقها الخشبية لن تدمر حلب الجيش في دخوله السريع والمباغت لشرق حلب لم يترك للمسلحين الوقت الكافي لإجلاء ذخائر المدفعية الثقيلة والصواريخ المضادة للدبابات وهو ما ساعد على تقصير وقت المعركة وسارع في انهيار المسلحين القوة تدميرية لأنها بشكل كسافة نارية هائلة أثناء تدمير الأهداف لا ترمى برشقات طويلة هذه الرشقات طويلة تؤدي إلى تدمير بالمكان صنع في بلغاريا لكن عشرات صواريخ الجراد التي يحتويها المستودع إلى جانب الأسلحة والذخائر وغيرها في أرقام تسلسلية اشتراها البنتاجون من بلغاريا ورومانيا وصربيا في ثلاث سفقات عقدت ما بين كانون الأول ديسمبر وحزيران يونيو الماضيين الجراد وصل إلى حلب بعد تسليمه في المرافق التركية والأردنية الصواريخ والأسلحة عبرت إلى حلب من ثغرة الراموسة وأعتقد أنه دخل إلى مدينة حلب في الشهر السادس عندما حدثت صغرة كليات العسكرية وهذا يدل على أن الإدارة الأمريكية استمرت في توريدات الأسلحة بالرغم من الاتفاق الذي أبرمته مع روسيا الأرقام التسلسلية على صاروخ التاو أمريكية في حي بني زيد صواريخ جاءت من مستودعات الجيش الأمريكي وعلى الصناديق بيانهم بكشف أمريكي في حزيران يونيو من العام الماضي الفرقة السادسة عشر من الجيش الحر التي دربها الأمريكيون لم تدافع هي أيضا عن أكثر من مائة مليون دولار من هذه الصواريخ فوقعت بيد الجيش السودي الأمريكيون ساند النصرة صاروخيا ونفعيا التاو استولت عليه النصرة من المجموعات التي مرت في برنامج البنتاجون كما أنها استفادت من الأسلحة الأمريكية من خلال الإسناد الناري الذي وفرته غرف العمليات المشتركة مع باقي الفصائل الجراد الذي يتكدس في أنفاق المجموعات المسلحة المهجورة ودهاليزها وصل بعد تحرير النبل والزهراء للمرة الأولى تحرير بشر بمعركة حصار شرق حلب واستخدمته أحرار الشام في معارك حما وريف اللاذقية لكن مبغطة الجيش للمسلحين أسرتهم في صناديقهم الكشف عن مخابئ الأسلحة والصواريخ كالتي وجدها الجيش السوري هنا في أحياء حلب القديمة يدل على حجم الصفقات التي كانت تبرم خلال العدوان على حلب وأنفاق المليارات من الدولارات على المسلحين من أجل انتزاع حلب من سوريا وحداثت هذه الصفقات تدل على أن التسليحة كان مستمرا وبأن الأمريكيين لن يتغيروا من أحدى مستودعات الذخيرة التي كانت تابعة للمجموعات المسلحة في حلب القديمة ديما ناصيف الميادين تدور اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري ومسلحي تنظيم داعش قرب مدينة تدمر الأثرية الاشتباكات تتزامن مع شن الطائرات السورية ضربات جوية تستهدف مسلحي داعش واستقدم الجيش بحسب المرصد السوري المعارض تعزيزات عسكرية إلى المنطقة صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار كندي يدين الحكومة السورية على خلفية انتهاك حقوق الإنسان القرار عرضته مجموعة من الدول أبرزها روسيا والصين وإيران وعدته أخرى مجرد عمل دعائي لأن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة تقرير نزار عبود لم تكن الجلسة استثنائية كما طلبت الدول داعمة لمشروع القرار الذي قدمته كندا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة إنما عقدت تحت بند درء النزاعات المسلحة وعليه فإن هذا القرار الذي نال 122 صوتا وعارضته 13 دولة وامتنعت 36 عن التصويت لا يمنح الجمعية العامة الحق في اتخاذ قرارات تنفيذية ملزمة يدين القرار تجاهل الحكومة السورية مبادئ الأمم المتحدة وانتهاك القانون الإنساني الدولي خلال النزاع روسيا رفضت القرار واعتبرته قليل الجدوى نشعر أن هذا القرار ليس قويا بما يكفي لمخاربة الإرهاب في سوريا لم يتطرق إلى فصل المجموعات الإرهابية ولا ينبغي أن يشمل وقف القتال المجموعات الإرهابية وأبدت الدول الغربية حماسة شديدة له واعتبرته خطوة على طريق المحاسبة ما دفع مندوب إيران إلى توجيه سؤال لنظيره البريطاني ماذا كنتم فاعلين لو أن إرهابيين احتلوا مناطق في بلدكم؟ هل كنتم تتأخرون عن قتالهم؟ سوريا رأت أن التحرك بمجمله يخالف مثاق الأمم المتحدة ويستند إلى تقارير مزورة ويقدم الدعم للإرهابيين بعد فشلهم الذريع أود أن أطمئن رعاة الإرهاب في حلب بأن الجيش السوري قد حرر حتى الآن 93% من المناطق التي كان يسيطر عليها الإرهابيون في مدينة حلب وأن لعبتهم الدموية تلفظ أنفاسها الأخيرة وأن تحرير كامل التراب الحلبي سيحدث في القريب العاجل العاجل بعض الدبلوماسيين الغربيين الذين تحدثوا بعيدا عن الكاميرات قالوا أن هذا العمل ضعيف جدا خاصة بعد الانتصارات الحاسمة التي حققها الجيش السوري في مدينة حلب وهم يرونه ضعيفا ومتأخرا كثيرا نزار عبود الأمم المتحدة نيويورك الميادين الناطق الرسمي باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر قال أن التصريحات عن عدم جواز دخول أسلحة فتاكة إلى سوريا تنطبق على المجموعات الإرهابية فقط وأبرزها داعش تونر أضاف أن الجهات التي يشملها القرار الرئاسي هي من وصفها بالقوى المعتدلة كسوريا الديمقراطية والقوى الحليفة وعن صفقة بيع الطائرات المقاتلة إلى سعودية قال تونر انهجرت في ظل مشاورات مكثفة مع الكونغرس السعودية أيدت الحل السياسي للأزمة اليمنية وحكومة الإنقاذ الوطني رفضت بنود الاقتراح الأممي أما بشأن صفقة بيع طائرات حربية إلى السعودية ودول الخليج فقد جارت في ظل مشاورات مكثفة مع الكونغرس منذ نحو سنتين وهي تخضع الإجراءات التدقيق المنصوص عليها في بيع الأسلحة للدول الأجنبية الرياض تدرك جيدا القيود المفروضة على استخدام مثل هذه الأسلحة اشتركوا في القناة أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي تحرير أحياء العدل والأعلام والتعميم في سحل الأيسر لمدينة الموصل وفق مراسلنا إلى ذلك أعلن قائد قوات مكافحة الإرهاب انتهاء المرحلة الأولى لعمليات تحرير محافظة نينوى بالسيطرة على نحو 28 حيا في الجانب الأيسر للموصل قال الناطق باسم الحشد الشعبي العراقي أحمد الأسدي أن أو أعلن تحرير ناحية تل عبطة بالكامل ونهاية المرحلة الخامسة من تحرير الموصل مشيرا إلى تطهير المدينة من العبوات النسفة الأسدي شدد على أن تحرير ناحية تل عبطة هي مرحلة جديدة في معركة تحرير الموصل ناحية تل عبطة من المواقع الستراتيجية المهمة وبتحريرها تكون معركة تحرير الموصل وعمليات قادمون يا نينوى قد دخلت أفقا جديدا ومرحلة جديدة بضرب واحد من أهم مراكز القيادة والسيطرة لدى العصابات الارهابية لدى عصابات داعش وبالسيطرة على مركز وشبكة أساسية من شبكات النقل والتواصل بين الجهات الأربعة في داخل هذا المحور الكبير وهو محور تحرير كل مدينة نينوى تم التحرير يوم أمس وبدون أدنى وأقل ضرر للبنى التحتية وللمباني في هذه المدينة فهو تحرير مع الحفاظ على المدينة مع الحفاظ على المدنيين حيث أننا منذ اليوم الأول لتطويق ناحية تل عبطة فتحنا ممرات آمنة استقبلنا من خلالها آلاف النازحين الذين هربوا من بطش هذه العصابات الإرهابية ووفرنا لهم المأوى والنقل وكل ما يحتاجون إليه أهلا بكم الجديد لهذه النشرة من الميادين أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يالدرمان مشروع تعديل الدستور من أجل الانتقال إلى حكم رئاسي سيعرض على البرلمان اليوم وضاف أنه سيتم تقديم اقتراحات بهذا الخصوص للبرلمان النظر فيها ورأي يالدرم أن المشروع سيعزز الديمقراطية في تركيا وسينقل الدولة والشعب التركيين إلى مرحلة جديدة النص الجديد الذي يتضمن نحو عشرين بند يشمل نقل جزء كبير من السلطات التنفيذية من رئيس الحكومة إلى رئيس البلاد في اسطنبول أسقطت محكمة الجزاء دعوى محاكمة بحق أربعة مسؤولين إسرائيليين في قضية الاعتداء على سفينة مرمرة التي كانت متوجهة إلى غزة لكسر الحصار على القطاع عام 2010 وينص القرار على إلغاء قرارات إلقاء القبض التي كانت قد صدرت بحق المتهمين وإعفائهم من الملاحقة القضائية داخل البلاد وخلال الجلسة تجمع عدد من المحامين والنشطين أمام المحكمة منددين بما سموه صورة زائفة للعدالة يذكر أن عشرة نشطاء أتراك قتلوا برصاص الجنود الإسرائيليين على متن سفينة مرمرة أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسيرين محمد ومحمود البلبول بعد إضراب عن الطعام لمدة 85 يوما احتجاجا على اعتقالهما إداريا لنحو 6 أشهر من دون أي تهمة الميادين شاركت الأهالي والمواطنين فرحتهم خلال استقبال المحررين في منزل العائلة في بيت لحم ناصر اللحم أوسعوا صفوف المهنئين وزينوا شوارع بيت لحم اليوم عادا منتصرين من ساحات الموت خرجا من زنازين الاحتلال الإسرائيلي مرفوعي الرأس وانتصرا لروح والدهما الشهيد الأسيران محمد ومحمود البلبول خرجا من السجن عنقا فضاء الحرية بعد إضرابهما عن الطعام خمسة وثمانين يوما نشكركم ونشكر كل من سندنا عربيا ودوليا في قضيتنا في قضيتنا وثورتنا ضد الظن خضناها بأمعائنا الخاوية وانتصرنا وبإذن الله ستتحرر جميع بلداننا العربية ونتوحد على قلب رجل واحد وأشكر قناة الميادين ممثلة بجميع طواقمها بالأغاني الثورية وبالدموع استقبلت بيت لحم الأسيرين حملهم الشباب على الأكتاف واختلط فرح تزيين شجرة الميلاد في ساحة كنيسة المهد بفرحة الانتصار على السجن بحمد الله عز وجل على أن كللني أنا وأبنائي بهذا النصر وعاد لي أبنائي محمد ورحمد سالمين مرفوعين الرأس شعوري كأم أنا فرحة جدا بأن أبنائي الحمد لله بعد أن شعب ما أنني سوف أفقدهم بل نظر لي ربي عز وجل برحمته هو بوقفة شعبي البطل بكافة أطيافه الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان أول من استقبل الأسيرين بحضور النائب أحمد الطيبي أبو مازن سأل المحررين ما إذا كانا يطلباني شيئا فجاء الرد نريد فلسطين مرفوعة الرأس بشبابها وكرامتها كافة شعبنا الفلسطيني كافة تنظيمات وفصائل أن يكونوا على قلب رجل واحد كما كنت أنا وخي محمد وأن يحبوا بلادهم فلسطين كما أحبيت أنا وشقيق محمد والدتنا وقاتلنا من أجل حريتنا وأن يحترموا تاريخهم وتاريخ أسراهم وتاريخ جرحاهم هكذا انطوت أيام العذاب والتم شمل العائلة بعد خروج الأسيرة الطفلة نوران وخروج الشقيقين في ساحة بيت عتيق في بيت لحم كانت صورة والدهم الشهيد أحمد البلبول في استقبالهما محمد ومحمود البلبول أسيران محرران خضى الإضراب المفتوح عن الطعام حتى الموت وأنضي خمسة وثمانين يوما حتى قهر السجان انتصرا لفلسطين وانتصرا لشعب مكهور فرفعا الرايا عاليا ورفعا معنويات الجميع ناصر اللحم بيت لحم الميادين متحف بيلما اسبن في سانتياغو دي كوبا يوثق سيرة حياة مناظرة كوبية تحولت إلى أحد رموز الثورة لقد كانت السيدة الأولى في كوبا برغم أنها لم تكن زوجة رئيس الراحل في دي الكاسترو وساهمت في نهضة البلاد بعد الاستقلال في مجالات التعليم والمساواة وحقوق الإنسان تقرير مفدنا إلى كوبا حسن حجازي قدر لشارع سان هرديمو في مدينة سانتياغو دي كوبا أن يدخل التاريخ طبيعة هذا الحي الأرستقراطية قبل سبعين عاما لم تمنع فيلما اسبن المنتمية إليها أن تلتحق بالثورة هنا في هذا البيت ولدت أكثر النساء حضورا في الثورة الكوبية ولدت فيلما اسبن في عائلة برجوازية ونشأت على مبادئ العدالة وتضامن من دون تمييز طبقي أو عنصري كان يدخل هذا البيت ناس من مختلف الأطياف من هنا تعلمت فيلما كيف تتخذ قراراتها باستقلالية لتلتحق فيما بعد بالحركة الثورية خلعت فيلما رداء طبقتها الاجتماعية إذن لم تتأخر عن تلبية نداء الحركة الطلبية في بداية الخمسينيات العمل في الحركة الثورية تحت قيادة فرانك باييس بل ورا هويتها المتمردة على الاستبداد هكذا تحول هذا المنزل لاحقا إلى ما يشبه الثكنة لإيواء المقاتلين والانطلاق منه إلى جبال السيرا مايسترا مقر الثور عام 54 حصلت فيلما على منحة للدراسات العليا في الولايات المتحدة وفي المكسيك التقت الأخوين كاسترو أخذت منهما التوجيهات لتهريب السلاح وجذب المقاتلين ولإنزال قارب جرانما الذي يقل الثور حضورها البارز في الثورة لم يخفط رغم زواجها من روء الكاسترو خلال 47 عاما من ترأوسها الاتحاد النسائي ساهمت فيلما اسبين على نحو كبير في إخراج كوبا من كهوف الأمية تنقلت في مناصب حكومية وبرلمانية وحزبية ودولية للدفاع عن حقوق المرأة والشباب والأطفال في كوبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا أول مهمة عمل عليها الاتحاد النسائي بعد انتصار الثورة هي محفو الأمية وبات باستطاعة المرأة التعلم حتى المستوى الجامعي والعمل بعدما كان ذلك حكرا على الرجل كما ساهمت فيلما في تمديد إجازات الأمومة والأبوة وحده الموت عام 2007 حال بينها وبين استكمال مسيرة النضال خلدت الحكومة إرث فيلما إسبين وحولت منزلها إلى متحف هكذا تتماهى مسيرتها ربما مع مقولة فيدالكاسترو الشهيرة بأن المرأة ثورة ضمن الثورة وكم من أيقونة قدمتها الثورة الكوبية قيل يوما إن السلاحة زينة الرجال وقيل أيضا إن الرجولة مواقف حملت فيلما إسبين سلاحها في سبيل موقف لم تأبه لأجله أن تترك كل ثروة في سبيل الثورة هكذا ربما تولد الأيقونات حسن حجازي سانتياغو دي كوبا الميادين إلى أبرز ما عنونت بعض الصحف العربية صادرة صباح هذا اليوم مع زميل أحمد عبد الله صباح الخير من جديد أحمد صباح الخير مجددا وفا شكرا صباح الخير مجددا إذن مشاهدين نبدأ جولتنا من صحيفة الأخبار اللبنانية وفيها نصر الله بناء الدولة يمر بالنسبية أنقرة تتحدى دمشق وتبدأ اقتحام الباب وداعش على مشارف تدمر مشيخات الخليج خيل بريطانيا الأحدب وفي الأخبار خريطة مخازن حزب الله إسرائيل تتراجع صحيفة الحياة السعودية عنوانت إطلاق معركة الباب واستئناف قصف حلب الجمعية العامة تتبنى قرارا لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب القاهرة في دائرة الاستهداف رغم تكتيف ضربات الأمن حسم تتبنى تبجيرا أدى إلى مقتل ستة من رجال الشرطة من الحياة ننتقل إلى صحيفة القدس الفلسطينية وفيها مواجهات في مسيرات بذكر انتفاضة الحجارة ونقرأ أيضا في القدس إسرائيل تحول موقعا دينيا مسيحيا وأراضي محيطة به قرب الولجة إلى حديقة قومية أما صحيفة الدستور الأردنية فعنونت لهذا اليوم مقتل خمسين ألفا من داعش في عامين بسوريا والعراق موسكو الضربات ستتواصل طالما بقيت عصابات في حلب داعش يذبح اثنين من شيوخ الصوفية في مصر من الدستور الأردنية ننتقل إلى صحيفة القدس العربي وعنونت موسكو تعتبر رفع واشنطن القيود عن تسليح المعارضة السورية تهديدا للمنطقة وقواتها كيري يلوح بورقة أعمار حلب والجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بوقف فوري للنار في المدينة جدل عشية تحضيرات القمة العربية وعمار الحكيم يكشف ما طلبه الملك الأردن يحاول التواصل مع الأسد وتحركات في الكواليس حول المقعد السوري نتابع جولتنا ونصل إلى صحيفة الوطن العمانية ونقرأ في أبرز عنوينها سوريا مستعدة لاستناف الحوار واثنان وتسعون في المئة من حلب في قبضة جيشها الجمعية العامة تتبنى قرارا بوقف إطلاق النار في المدينة القوات العراقية تستعيد أكبر حي سكني شرق الموصل الاحتلال يقمع مسيرات أحياء ذكرى استشهاد أبو عين ونختم من مصر مع صحيفة الأهرام التي عنوانت روسيا تعلن وقف الغرات في شرق حلب لإجلاء المدنيين الأمم المتحدة تصوت بأغلبية 122 صوتا على وقف إطلاق النار في سوريا وفي الأهرام أيضا استشهاد ستة من رجال الشرطة في هجوم إرهابي التحقيقات مجهولون زرعوا قنبلة في حائط خلف كمين بالهرم مجلس الوزراء يدين الحادث ويشيد بجهود الجيش والشرطة لاستعادة الأمن مع صحيفة الأهرام نختم جولتنا على أبرز عنوين الصحف شكرا لك أحمد النشرة انتهت هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها المنطقة دخلت في مرحلة جديدة هناك مشاريع لا أريد أن أعلن شيء نهائي ولكن هناك مشاريع على هاوية الانهيار والهزيمة النهائية ألمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله يؤكد أن هناك مشاريع على وشك الانهيار وأن الانتصار في حلب سيؤثر في كل الأوضاع في المنطقة شهداء في قصف المسلحين على حلب الجيش السوري وحلفائه يستهدفون مواقعهم في أحياء الفردوس وبستان القصر والسكر شرق المدينة جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يعلن تحرير أحياء العدل والأعلامي والتأميمي في الساحل الأيسر للموصل وانتهاء المرحلة الأولى لعمليات تحرير نينا نشكر لكم حسنا المتابعة للمزيد من الأخبار والتقاريز زروا موقع المايدين على الانترنت المايدين دوت نت ولمتابعتنا باللغة الإسبانية الانترنت المايدين دوت نت إلى اللقاء